بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الدارسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألتقي وإياكم اليوم في لقائنا الثالث من مقرر التربية الوطنية والذي سنتحدث فيه عن الوحدة الثانية من هذا المقرر تحت عنوان التربية البيئية لننتقل أعزائي الدارسين للتعرف إلى أهداف هذه الوحدة أولا أن يتعرف الطالب إلى مفهوم البيئة ثانيا أن يعدد عناصر النظام البيئي الطبيعي ثالثا أن يستخلص السمات المميزة لمفهوم التوازن والإخلال البيئي رابعا أن يميز بين النظم البيئية في فلسطين خامسا أن يبين أشكال الإخلال البيئي في فلسطين سادسا أن يكتسب اتجاهات إيجابية نحو المحافظة على البيئة سابعا أن يتعرف إلى مفاهيم التربية البيئية في التعاليم الإسلامية أما أقسام هذه الوحدة أعزائي الدارسين فهي على النحو التالي القسم الأول يعرفك عزيز الدارس على مفاهيم عامة في البيئة النظام البيئي الطبيعي وعناصره ودورة الماء ثانيا يعالج هذا القسم مفهوم التوازن والإخلال البيئي أما القسم الثالث فيعالج النظام البيئي في فلسطين القسم الرابع يبحث بدوره موضوع الإخلال البيئي في فلسطين أما القسم الخامس فيبحث في موضوع التربية البيئية في الإسلام لنبدأ عزيز الدارس بالحديث عن مفهوم البيئة ولدينا هنا مفهومين المفهوم الأول لغة فالبيئة تعني المكان وطبيعته أو حالته الطبيعية أما المعنى الإصطلاحي للبيئة فهي عبارة عن الوسط الطبيعي بما يحويه من عناصر عضوية وغير عضوية المكونة للغلاف الصخري الغلاف الغازي الغلاف الحيوي والغلاف المائي وأيضا لدينا أعزاء الدارسين مفهوم الإيكولوجيا وهي كلمة إغريقية تقسم إلى مقطعين الإيكو وتعني المسكن لوجيا أو لوجي وتعني العلم وهنا معنى الإيكولوجيا علم المكان فبالتالي هذا العلم يبحث في العلاقة ما بين الكائنات الحية والوسط الذي تعيش فيه بما تحويه أيضا من عناصر عضوية وغير عضوية وننتقل هنا عزيز الدارس إلى بعض المفاهيم أولا لدينا التعاقب الرئيسي ما هو المقصود بالتعاقب الرئيسي؟ هو عبارة عن ذلك التطور الذي يحدث على سطوح الصخور والكثبان الرملية حيث تغزو البكتيريا والأشنات والطحالب هذه الصخور وتبدأ بتفتيتها وتكوين التربة ثم يلي هذه الكائنات الحية النباتات الأكثر تطورا ثم الحيوانات المفهوم الثاني التعاقب الثانوي هو عبارة عن عودة النظام البيئي إلى ما كان عليه في السابق قبل حدوث عملية التغيير التكيف هو عبارة عن تلاؤم الكائن الحي للاستمرار للحياة في ظروف بيئية جديدة الانتخاب الطبيعي هو عبارة عن وجود صفات راثية معينة تجعل الكائن الحي قادرا على تحمل ظروف جديدة تمكنه من الاستمرار في العيش وأخيرا الطفرة الطفرة هي حدوث تغيرات وراثية محددة تؤثر على الصفات الوراثية الناتجة عن تغير في كروموسوم معين وينتج عن ذلك كائنات حية جديدة قد تكون إيجابية وتؤدي إلى انتشار الكائن الحي وقد تكون سلبية وتؤدي إلى موته ثانيا أعزاء الدارسين النظام البيئي الطبيعي وعناصره لنبدأ أولا بتعريف النظام البيئي الطبيعي وهو عبارة عن نظام وظيفي متكامل تتفاعل فيه المكونات العضوية وغير العضوية وتعتبر الطاقة والمادة المكونات الأساسية لدورة هذا النظام ويتكون هذا النظام البيئي بشكله العام من الغلاف الجوي الغلاف الصخري الغلاف المائي الغلاف الحيوي وتعتبر أشعة الشمس هي مصدر الطاقة الوحيد لهذا النظام مكونات نظام البيئي الطبيعي عزاء الدارسين أولا الجغرافيا والجغرافيا هي عبارة عن علم وصف الأرض فكل ما هو موجود من طبيعة وعناصر بشرية تدخل ضمن مكونات هذا النظام ثانيا الجيولوجيا الجيولوجيا علم طبقات سطح الأرض ثالثا الطبغرافيا وهذا العلم يبحث في أشكال سطح الأرض الخارجية وأخيرا الماء هذه هي عبارة عن مكونات النظام البيئي الطبيعي ننتقل أعزاء الدارسين إلى دورة الماء في الطبيعة قبل البدء بالتعرف إلى الشريحة الموجودة أمامنا لا بد لنا من أن نتعرف على الطريقة التي يحدث فيها دورة الماء في الطبيعة في من المعروف وكما ذكرنا قبل لحظات أن الشمس يمصدر الطاقة الوحيد للنظام البيئي الطبيعي فبمجرد سطوع الأشعة الشمسية وبداية ارتفاع درجات الحرارة خاصة على المسطحات المائية تبدأ هذه المسطحات المائية بارتفاع في درجات الحرارة فبالتالي يتحول خاصة الطبق السطحية من الماء من حالة السيولة إلى الحالة الغازية أي يبدأ هذا الماء بالتكاتف تبخر المياه ومن المعروف أن المياه حينما ترتفع حرارتها تبدأ بالتبخر فبالتالي عن طريق التيارات الهوائية الصاعدة ترتفع إلى الأعلى وبعد ارتفاعها إلى الأعلى تأخذ هذه النويات المائية المتبخرة بالانخفاض في درجة حرارتها شيئا فشيئا طبعا تبعا لدرجات الحرارة الموجودة في طبقات الجو العليا ثم تأخذ هذه المياه المتبخرة بالتكاتف تدريجيا مكونة ما يسمى بالسهب وبعد أن تبدأ هذه النويات المتكاتفة بالنمو أي حجمها يبدأ يكبر شيئا فشيئا إلى أن تصبح الرياح غير قادرة على حملها تنزل إلى سطح الأرض على شكل أمطار وهذا ما نسميه بدورة الماء في الطبيعة تعتبر دورة الماء إحدى العوامل الطبيعية المكونة للبيئة وبالنسبة للمياه الموجودة على سطح الكرة الأرضية فهي تشكل ما نسبته ثلاث أرباع مساحة الكرة الأرضية أما عزاء الدارسين فيما يتعلق بنسبة المياه العذبة فهي لا تتجاوز سوى 82% من مجموع المياه ثانيا التوازن البيئي تعتبر النظم البيئية الطبيعية غير مستقرة بالمعنى المطلق ولكن لنتعرف على المقصود بالاستقرار البيئي الاستقرار البيئي هو قدرة النظام على تحمل التغيرات الجديدة حيث أنها في ديناميكية مستمرة تبعا لتغير العوامل الفيزيائية والكيميائية والحيوية للنظام البيئي والاستقرار البيئي نوعان النوع الأول هو الثبات والمقاومة ويقصد بها هنا قدرة النظام على تحمل التأثيرات السلبية الجديدة دون أن يحدث ضرر في النظام ثانيا المرونة ويقصد بها قدرة النظام البيئي بما فيه من كائنات حية على العودة إلى حالته الأصلية الطبيعية قبل حدوث التغير دون الخروج عن حالة التوازن الديناميكي أما الإخلال البيئي عزاء الدارسين فذكرنا قبل لحظات الاستقرار وقدرة النظام على تحمل التغيرات التي تحدث فيه الإخلال البيئي هو عدم قدرة هذا النظام على تحمل أي تغيرات داخلية موجودة نظرا لعدم مقدرته على استعاب تلك التغيرات وهنا تختلف مسببات الاختلال البيئي فمنها طبيعية كمثال الظروف المناخية مثل انحباس الأمطار أو حدوث الزلازل أو البراكين التي تؤدي في مجملها إلى إخلال البيئي وهنا سأضرب مثالا على الخلل البيئي وخاصة بالتحديد وما عانينا فيه من ارتفاع في درجات الحرارة هذا نسميه خلل بيئي سببه ما يسمى بالانحباس الحراري والانحباس الحراري أي ارتفاع درجات الحرارة الأرض بشكل كبير جدا ويكون السبب الأساسي في ذلك إن الإشاعي الشمسي الساقط الواصل إلى سطح الأرض الوضع الطبيعي أن جزءا منه يتم امتصاصه وجزء يتشتت وجزء ينعكس إلى الفضاء الخارجي ما يهمنا هنا بالنسبة للانحباس الحراري هو ما ينعكس إلى الفضاء الخارجي فهذا الإشاعي المنعكس إلى الفضاء الخارجي بسبب التلوثات البيئية الموجودة والغبار الموجود في الغلاف الجوي فإن هذا الشعاع الشمسي يصطدم بهذه الملوثات وبذلك الغبار وبالتالي يرتد مرة أخرى إلى سطح الأرض مسببا ما نسميه بالانحباس الحراري وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة أما الأسباب غير الطبيعية للإخلال البيئي أي ما نسميها بالأسباب البشرية وهي كثيرة جدا وهي أثرها أكثر بكثير من الأسباب الطبيعية لأنه ربما قد يستطيع هذا النظام البيئي أن يتحمل التغيرات الطبيعية ولكن الأثار الناتجة عن الإنسان هي كثيرة جدا فمنها مثلا الزراعية أو الصناعية أو نجطات البنية التحتية ثالثا النظام البيئي في فلسطين يمتاز أعزائي الدارسين نظامنا البيئي في فلسطين بالتنوع وذلك تبعا لتنوع المناخ فيوجد لدينا عدة مناخات في فلسطين تنوع أشكال سطح الأرض أو ما يسمى بالطبغرافيا تنوع الغطاء النباتي وتنوع البناء أي جيولوجي أي طبقات سطح الأرض ولنبدأ بالتعرف على هذه الأنظمة البيئية في فلسطين ولدينا ألف أولا بيئة السهل الساحلي الفلسطين تتميز هذه البيئة عزاء الدارسين بالاستواء أي أنها ذات سطح شبه مستوي ارتفاعها عن مستوى سطح البحر تقريبا من خمسين إلى مئتين متر وتربة هذه المنطقة متماينة ما بين الطينية الخفيفة إلى الرملية وهي عبارة عن تربة خصبة وصالحة للزراعة أما فيما يتعلق بمناخ هذه البيئة فهو مناخ معتدل تبعا لمناخ البحر الأبيض المتوسط وتفتقر هذه المنطقة إلى الغطاء النباتي الطبيعي أي الغابات والسبب في ذلك أن هذه المنطقة بسبب استواء سطحها وخصوبة تربتها فإنها تستغل بشكل كثيف في الزراعة المروية وأيضا في الزراعة البعلية وهذه المنطقة فيما يتعلق بأنواع الزراعة التي تمتاز فيها فهي تزرع بشكل كثيف بالحمضيات وتتواجد أيضا في هذه المنطقة تجمعات سكنية كبيرة بسبب ملاءمتها للسكن ومن الأمثلة على هذه المنطقة أعزاء الدارسين نتحدث عن مدينة يافا وحيفا وعكة أما البيئة الثانية أعزاء الدارسين فهي بيئة المرتفعات الجبلية تمتد هذه البيئة أعزاء الدارسين من جبال الجليل الأعلى في شمال فلسطين إلى صحراء هضبة النقب وتمتاز سفوح هذه البيئة الشرقية بالانحدار الشديد وبقلة الأمطار أو بانخفاض كمية الأمطار الساقطة والسبب في ذلك أعزاء الدارسين أن هذه السفوح الشرقية تقع في ظل المطر أما بالنسبة إلى الصخور في هذه البيئة فهي تتنوع من بازلتية في منطقة الجليل إلى جيرية طباشيرية في منطقة جنين ونابلس إلى جيرية في منطقة رامالة القدس وهضبة النقب أما الجزء الجنوبي من هضبة النقب فتتكون من صخور الركيزة العربية الإجرانيتية ويسود أعزاء الدارسين في هذه البيئة مناخ البحر المتوسط أيضا ويمتاز نظام بيئة المرتفعات بوجود عدد من السهول الداخلية كسهل مرج بن عامر وسهل صانور وسهل عرابة أما الغطاء النباتي فهو متنوع تبعا لاختلاف كمية الأمطار الساقطة حيث تنتشر مجموعة من أشجار السنديان والسنوبر والبلوط وذلك على قمم المرتفعات ثالثا بيئة المناطق المنخفضة ويطلق عليها أعزاء الدارسين اسم الغور والغور في اللغة العربية يعني المنطقة المنخفضة ومن الأمثلة على ذلك منطقة أريحة التي تنتخفض حوالي 412 متر ما دون مستوى سطح البحر تمتد هذه المنطقة من جنوب بحيرة الحولة في الشمال إلى مدينة أم الرشراش وهي مدينة إيلات في الجنوب وتنحصر هذه البيئة بين المرتفعات الغربية وبين نهر الأردن والبحر الميت ووادي عربة في الشرق تمتاز هذه البيئة أيضا بالاختلاف في الارتفاع واختلاف التضاريس والموقع الفلكي لهذه المنطقة ويتكون الغطاء النباتي الطبيعي في هذا جزء من فلسطين من نباتات مائية على ضفاف نهر الأردن وفي السبخات رابعا أعزاء الدارسين الإخلال البيئي في فلسطين هنا الإخلال البيئي كما ذكرنا عدم قدرة النظام على تحمل التغيرات البيئية الجديدة وتتعدد هنا في فلسطين أنواع المخلات البيئية والتي تؤثر على البيئة الفلسطينية تبعا لاختلاف النشاطات الإنسانية المختلفة فهناك عزيز الدارس قطع الأشجار وهناك أيضا في فلسطين ما يسمى بالرعي الجائر وبالتالي عدم قدرة المراعي على استيعاب الأعداد المتزايدة من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى ذلك إنجراف التربة وتلوث مصادر المياه والغذاء هذه في مجملها مسببات للإخلال البيئي في البيئة الفلسطينية وتقسم أعزاء الدارسين مصادر هذا الإخلال البيئي إلى الأقسام التالية واحد ملوثات ناتجة عن الأنشطة الزراعية ثانيا ملوثات ناتجة عن استنزاف الثروات الطبيعية بصورة جائرة ثالثا ملوثات ناتجة عن فقدان أو خلل في البنية التحتية رابعا ملوثات ناتجة عن النشاطات الصناعية ولنبدأ أولا بالملوثات ذات الأصل الزراعي هذه الملوثات تقسم إلى ألف المواد البلاستيكية ومن المعروف أن وجود هذه المواد في الأراضي الزراعية يؤثر عليها بشكل سلبي فيؤدي إلى تلوثها وبالتالي يضعف قدرة النباتات على النمو وبالنهاية فإن وجود هذه المواد البلاستيكية في الأراضي الزراعية يشوه منظرها أي يؤثر على النواحي الجمالية للبيئة الفلسطينية ثانيا المخصبات الزراعية المخصبات الزراعية واستخدامها بشكل جائر وكبير أعزاء الدارسين يؤثر على البيئة الفلسطينية ويؤدي إلى تلوثها فكثرتها يمكن أن تصل إلى المياه الجوفية وبالتالي تعمل على تلوثها جيم التلوث بالمبيدات والمبيدات هنا أيضا تؤدي إلى تلوث البيئة الفلسطينية وذلك من خلال الاستخدام بشكل كثير لهذه المبيدات وما يؤدي من ذلك إلى نتائي سلبية ممكن أن تظهر بشكل كبير على الإنسان بالتحديد حيث أنه تكون على شكل سموم تدخل إلى جسم الإنسان عن طريق الجلد أو الجهاز التنفسي أو الفم وهذه المبيدات تعتبر أحد المسببات الرئيسية لحالات التسمم الكيميائي إذ لم تحفظ في مكان آمن وبعيدا عن متناول الأطفال ثانيا ملوثات ناتجة عن خلل في البنية التحتية ماذا نقصد أعزائي الدارسين بالبنية التحتية؟ البنية التحتية هي عبارة عن شبكة الطرق شبكة الهواتف، شبكة الصرف الصحي، شبكة المياه التي تكون موجودة في كل تجمع فلسطيني وبالتالي فإن حدوث أي خلل في هذه البنية يؤدي إلى تلوث البيئة الفلسطينية وهنا نبدأ في البداية بالحديث عن التلوث بالمياه العادمة خاصة إذا وصلت هذه المياه إلى الأودية والمناطق المنخفضة فإن أثارها السلبية تكون على النحو الآتي تلوث المياه السطحية وصول هذه المياه العادمة يؤدي إلى تلويث المياه السطحية وبالتالي هذه المياه السطحية قد تصل بطريقة أو بأخرى إلى الكائنات الحية الحيوانية النباتية وبالنهاية تصل إلى الإنسان وما يؤدي من ذلك من أضرار كثيرة جدا أو أمراض تؤثر على هذه الكائنات الحية ثانيا تلوث التربة وبالتالي تصبح هذه التربة غير صالحة للإنتاج الزراعي ثالثا تلوث المياه الجوفية فيما لو وصلت هذه المياه العادمة إلى الآبار الارتوازية رابعا تؤدي إلى انتقال الملوثات ومسببات الأمراض إلى المعاصيل الزراعية وبالتالي إلى سلد الغذاء وفي النهاية تصل إلى الإنسان وكما ذكرنا تؤدي إلى وجود عدة أمراض خامسا انتشار الروائح الكريهة التي يصبح هناك صعوبة بمكان من تحملها با التلوث بالنفايات الصلبة النفايات الصلبة عزاء الدارسين هي عبارة عن المولوهات الصلبة التي يتم تخلص منها في المنازل أو الصناعات أو من الحرف وهذه الملوثات يمكن الاستفادة منها من خلال ما يسمى بعملية الفرز وبالتالي الاستفادة من المخصبات التي تعتبر كسمات طبيعي للتربة ومن نتائج عملية الفرز أعزاء الدارسين أنه كبداية نحد من الآثار السلبية لهذه المخلفات الصلبة فرزها يعني عملية إعادة تدويرها أي عملية تصنيف هذه الملوثات قد تكون زجاج قد تكون معادن قد تكون أوراق قد تكون مواد بلاستيكية وقد تكون أسمدة كما ذكرنا سابقا ثانيا استخدام المخلفات العضوية في تخصيب التربة ثالثا إعادة استخدام المخلفات غير العضوية كما ذكرت الورقية والمعدنية والزجاجية وذلك من أجل استخدامها كمواد خام تؤدي إلى النهوض بالصناعة الفلسطينية بدلا من الاعتماد على الاستراد من الخارج يمكن الاستفادة من عملية إعادة التدوير هذه في صناعاتنا المحلية وبالتالي يؤدي ذلك إلى التوفير على الاقتصاد الوطني الفلسطين أما التخلص من هذه النفايات فيتم أعزاء الدارسين بالطمر والطمر هنا يتم عمل حفر كبيرة توضع فيها هذه النفايات ومن ثم طمها أو طمرها الطريقة الثانية وهي عبارة عن عملية الحرق جيم طرق التخلص من النفايات الصلبة في فلسطين طبعا فلسطين السلطة الوطنية الفلسطينية هي عبارة عن جزء من الدول العربية التي تعتبر جزء من الدول النامية في العالم والتي لم تصل إلى مستوى متقدم في عملية التخلص هذه فكما ذكرت سابقا التخلص من النفايات يتم إما بالطمر أو بالحرق حتى عملية إعادة التدوير لم تصل إلى مراحل متقدمة لدينا وذلك بسبب الصعوبة التي نعانيها من الاقتصاد بالإضافة إلى الصعوبات السياسية والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي الذي يضع العاقبات دائما أمام هذه الملوثات والتي تضع في المناطق الفلسطينية طرق التخلص من النفايات فلسطينية تقوم البلديات والمجالس القاروية بعملية جمع النفايات الصلبة وتقوم بإلقائها في المناطق المنخفضة أو في مناطق مخشوفة فبالتالي تؤثر على المنظر الجمالي وتتعرض مكاب هذه النفايات في فلسطين إلى العوامل الجوية وبالتالي بعد سقوط الأمطار تتسرب المياه بما تحمله من ملوثات إلى المياه الجوفية أما عملية الحرق التي تتعرض لها هذه النفايات فإنها تكون فقط للطبقة السطحية من المكاب مع عدم تأثر الطبقة أو الجزء الداخلي ثالثا أعزائي الدارسين المخلفات الناتجة عن النشاط الصناعي ألف المخلفات الصناعية الصلبة وهي عبارة عن مخلفات ناتجة عن الصناعات الورقية الزجاجية والبلاستيكية والحرافية والتي يتم تخلص منها من هذه المصانع حيث تكون هذه المخلفات بلا فائدة أي أن هذه المصانع لا تحتاج إليها فبالتالي يتم تخلص منها على شكل نفايات تسمى بالنفايات الصناعية الصلبة وهنا في فلسطين يتم التخلص منها بوضعها في مكاب للنفايات المخلفات السائلة الصناعية المخلفات السائلة الصناعية هي عبارة عن مخلفات ناتجة عن المصانع كمصانع الرخام البلاط ومعاصر الزيتون والمواد الكيموية والمعقمات الموجودة في المستشفيات ولا تكون على شكل سائل حيث أن هذه المواد السائلة فيما لو وصلت إلى الأراضي الزراعية أو وصلت إلى مصادر المياه تؤدي إلى تلويتها على اعتبار أنها غير صالحة للاستعمال جيم ملوثات الهواء ذات الأصل الصناعي وحينما تكلم عن ملوثات الهواء ذات الأصل الصناعي لا بد من التعرف على نتائج الثورة الصناعية من تطور في استخدام الطاقة وتعدد في استخدام مصادر الطاقة كالوقود الحفري، الفحم الحجري ومشتقات النفط والوقود النووي فبالتالي ينتج عن عملية حرقها مجموعة من الملوثات التي تؤثر على البيئة بشكل عام كأول أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النايتروجين أما أعزائي الدارسين مصادر تلوث الهواء ما هي ملوثات الهواء؟ أولا مصادر ثابتة كالمصانع وحينما نقول مصادر ثابتة كالمصانع فإن الدخان المتصاعد من هذه المصانع يصل إلى الهواء وبالتالي يؤدي إلى تلوثه ثانيا مصادر متحركة وهنا نقصد بها وسائل النقل والمواصلات وما ينتج عنها من الوثات للبيئة الطبيعية ثالثا تلوث هواء المساكن من خلال الأعمال المنزلية دال تلوث الهواء بالغبار والتلوث بالغبار ناتج عن طحن العناصر العضوية وغير العضوية أو حرقها وبالتالي قد يكون الغبار أيضا ناتج عن مصادر أخرى وهي مقالع الحجارة أو عملية طحن وتكسير الحجارة بعيدا عن المنقالع أيضا فيما يسمى بشق الطرق رابعا الإخلال البيئي الناتج عن الانتشار العشوائي العمراني في فلسطين يحدث هذا النوع من الخلال البيئي نتيجة غياب التخطيط البيئي وهذه مشكلة حقيقية نعاني منها في الأراضي الفلسطينية ألا وهو الانتشار العشوائي العمراني فهذا الانتشار العشوائي يكون على حساب الأراضي الزراعية صالحة للزراعة وبالتالي يتم القضاء على هذه الأراضي الزراعية أيضا انتشار الطرق بشكل عشوائي وشق الطرق يؤدي إلى القضاء على هذه الأراضي وبالتالي هنا نسمي هذا الانتشار عبارة عن عملية تلوث أو خلل يحدث في البيئة الطبيعية وهنا يجب أن تقف الجهات المسؤولة عند مسؤولياتها بهذا الخصوص وبالتالي وضحت لهذا الانتشار العشوائي العمراني في مناطقنا الفلسطينية والذي وجد منذ الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة هناك خفت وتيرة هذا الانتشار العشوائي ولكن نحن بحاجة إلى علاج سريع وسريع جدا لهذه المشكلة فنحن نتحدث عن منطقة الضفة والقطاع هي مناطق معروفة المساحة ومحدودة وبالتالي لا يوجد مناطق أخرى للتوسع فيما لو وصلنا إلى حالة التضخم لنسميه مجازا التضخم العمراني أو السكاني وبالتالي القضاء على الأراضي الزراعية وهنا مسألة بحاجة إلى دراسة ودراية وهي أيضا السياسة الإسرائيلية التي تعمدت أيضا عدم وضع خطط تتعلق بالبناء خاصة في فترة الإدارة المدنية أو الحكم الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية وما نشأ عن ذلك من انتشار عشوائي حتى اللحظة في مناطق السلطة الفلسطينية وجد انتشار ولكن أقل بكثير من فترة الإحتلال الإسرائيلي ولكن نحن بحاجة إلى قوانين من قبل الهيئات المحلية ضابطة لهذا الانتشار وآثاره السلبية الكبيرة جدا في المستقبل إن انتشار العمران في فلسطين خلال الأعوام القليلة الماضية وعدم توفر الوعي البيئي لدى كثير من المواطنين وفقدان الرقابة أثر على حدوث خلال في كافية التخلص من مخلفات البناء والإنشاءات التي يتم طرفها على جوانب الطرق مما يشوه أصورة جمالية للبيئة الطبيعية خامسا أعزائي التاريسيين تلوث البيئة البحرية وهنا حينما نتكلم عن البيئة البحرية نتكلم عن الشواطئ ونستذكر قطاع غزة حيث أن الشاطئ في هذا القطاع شاطئ البحر المتوسط يعاني من تلوث بيئ كبير والسبب في ذلك يعود إلى أن التخلص من المياه العادمة في قطاع غزة يتم بباشرة بإلقائها في مياه البحر وهذا له آثاره السلبية على الكائنات البحرية الموجودة أيضا على الإنسان الذي ربما يستخدم هذه المياه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع سادسا بعض مظاهر ضعف الوعي البيئي في فلسطين أولا الرعي الجائر وكما ذكرنا سابقا الرعي الجائر هو إدخال الثروة الحيوانية بأعداد كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية للمرعى وحتى نتخلص من هذه المشكلة لا بد من تقسيم المراعي في فلسطين إلى عدة أقسام ويتم إدخال الثروة الحيوانية إليها بنوع من الترطيب خلال أيام معروفة في الشهر حتى تتمكن هذه البيئة الطبيعية من استعادة عملية الإنبات النمو الإعشاب وبالتالي نقلل من عملية الرعي الجائر ثانيا الحرائق أيضا من مظاهر ضعف الوعي البيئي في فلسطين أن هناك حرائق تحدث باستمرار وبالتالي لا بد من رقابة على هذا الموضوع أيضا لدينا الصيد والصيد هو عبارة عن صيد جائر للحيوانات البرية في البيئة الفلسطينية وهناك صيد لأعداد كبيرة من هذه الحيوانات حتى أنها فقدت في بعض المناطق وبالتالي لا بد من وجود قوانين صارمة فيما يتعلق بهذا الصيد الجائر والذي سوف يقضي لدينا على الحياء البرية في مناطقنا الفلسطينية خامسا التربية البيئية في الإسلام أولا نظرة القرآن الكريم إلى البيئة الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله ووضع له نظاما وقوانين يسير عليها وحينما خلق الإنسان على ظهر هذه البسيطة خلقه وربطه بإعمارها واستمرار الحياة عليها حيث يقول الله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها صدق الله العظيم ثانيا الحفاظ على الماء إن الماء هو عنصر أساسي في الحياة كونه أساس الحياة وقد تطرق أيضا القرآن الكريم إلا هذا الموضوع في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وهذا دليل واضح أو إظهار لأهمية الماء في الحياة ثالثا الاقتصاد في الماء ركز الإسلام على جعل هذه المادة ملكا للجميع بالاحتكار بمعنى أن الماء هو ملك للجميع لا يجوز احتكاره وهذا يظهر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وهذه الآية الكريمة فيها دلالة على عدم الإسراف في المياه والاقتصاد فيه وهنا أعزاء الدارسين لدينا خصوصية في الضفة فيما يتعلق بقلة أو ندرة المياه في مناطقنا الفلسطينية وبالتالي سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على معظم مصادر المياه السطحية وحتى الجوفية فبالتالي على نشرات الأخبار في وسائل الإعلام نلاحظ باستمرار أن هناك شكاوي من قبل المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بكمية المياه فكمية المياه قليلة جدا تلك الواصلة إلى مناطقنا الفلسطينية فبالتالي لا بد هنا من أن أستذكر هذه الآية الكريمة والتي تحثنا على عدم الإسراف في استخدام المياه حتى نستطيع أن نصل إلى مرحلة قد نحقق فيها الأمن المائي أو ما يسمى بالاكتفاء الذاتي من المياه رابعا نضافة الإنسان والمحافظة على صحته أيضا السنن والكتاب دعت الإنسان إلى المحافظة على جسمه كبداية ويظهر ذلك في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق الله العظيم هذه الآية فيها دعوة صريحة إلى الإنسان أن يأخذ زينته وهنا فيها دلالة على المحافظة على الجسم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام اغسل يديك قبل الطعام وبعده وهذه أيضا دعوة إلى المحافظة على الجسم نضافة المكان ثانيا وقد أولت التشريعات الإسلامية نضافة المكان أهمية كبيرة حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام نظفوا أثميتكم والنضافة من الإيمان جيم نظام العزل في الإسلام لقد طور الإسلام عدة أساليب لحماية البيئة ومنها عزل المناطق المصابة وهنا أعزاء الدارسين نفتخر بأن ديننا الإسلامي الحنيف سبق جميع الديانات وجميع المسميات وجميع البحوث العلمية فيما يسمى بنظام العزل أي عزل المناطق المصابة وهنا من الأمثلة على ذلك عندما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيش المسلمين بالصعود إلى قمم الجبال لنقائها الصحي خوفا عليهم من الطعون بعد انتشارهم صلاحية الغذاء جاء الإسلام بتشريعات للحفاظ على نظافة الغذاء بالإضافة لتحريم أنواع معينة من المأكلات والمشروبات الخبيثة والتي تعتبر مضرة لصحة الإنسان وهذا يتضح من قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نظرت الإسلام أعزاء الدارسين إلى الكائنات الحية الأخرى كبداية اهتم الإسلام بالنبات ويظهر ذلك من قول رسول عليه السلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق وهذه دعوة صريحة من الرسول عليه الصلاة والسلام على الاهتمام بالزرع الاهتمام بالنبات وبالتالي ما يترتب على ذلك من آثار إيجابية في تلك الحقبة الإسلامية وما يترتب عليها أيضا في حالتنا الحديثة من أنه يجب أن نهتم بشكل كبير بالحياة النباتية الموجودة وذكرنا قبل لحظات أن من مظاهر ضعف الوعي البيئي في فلسطين قطع الأشجار وهنا حديث الرسول فيه دعوة صريحة لعدم قطع الأشجار للاهتمام بالنباتات وما يترتب على ذلك من ثواب في الدنيا والآخرة لهذا الإنسان الذي يهتم بهذه النباتات أما الحيوانات أعزاء الدارسين فأيضا اهتم بها الإسلام أيضا فقد دع الإسلام إلى اهتمام بهذه الحيوانات وعدم قتلها أو تعذيبها حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة للنار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض إلى هنا أعزاء الدارسين نأتي إلى نهاية هذا اللقاء على أمل اللقاء بكم في لقائنا الرابع دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة